اشتركوا في القناة وحتى ساعات الصباح الأولى لكن هذه الفرص راح تتراجع مع ساعات النهار الأولى يوم والغد الهواء كوس حاليا وصرعة الرياح خفيفة ثمانية كيلومتر في الساعة عبور السحب موجود ويانا أجواء غائمة جزئيا على بعض المناطق درجة الحرارة حاليا 30 درجة مئوية أجواء حارة نسبيا خلال الساعات القادمة البسيطة لكن درجات الحرارة بإذن الله ستكون معتدلة على الساعة 12 وبعد الساعة 12 تتراوح ما بين تقريبا 23 إلى 25 درجة مئوية الرطوبة نسبية في مدينة الكويت 17 بالمئة وتصل إلى أعلى من ذلك في بعض المناطق الساحلية إلى 30 بالمئة الرؤية الأفقية ممتازة أكثر من 12 كيلومتر حتى نهاية اليوم الرياح الخفيفة إلى معتدلة وكسرعتها تصل إلى 28 كيلومتر في الساعة عبور السحب مستمر ويانا ودرجات الحرارة للساعة 12 تتراوح ما بين 24 إلى 26 درجة مئوية الاعتدال سيكون ملحوظ فقط في الفترات المتأخرة من الليل والفجر الأجواء ستبدأ حارة نسبيا خلال الساعات الأولى من المساء وحتى نهار يوم الغد الهواء الكوس سيستمر ويانا ويكون نشط على فترات يوم الغد سرعة تتراوح ما بين 8 إلى 40 كيلومتر في الساعة فرص لغبار مثار على المناطق الصهراوية والمكشوفة أجواء حارة درجات الحرارة تتراوح ما بين 40 إلى 43 درجة مئوية في أغلب المناطق باستثناء المناطق الساحلية والجزر تتراوح درجات الحرارة هناك ما بين 35 إلى 37 درجة مئوية الهواء الكوس سيستمر خفيف إلى معتدل ينشط على فترات خلال النهار مع عبور لبعض الصحب لكن خلال المساء ستتراجع سرعة الرياح تدريجيا وتكون خفيفة إلى معتدلة من 8 إلى 30 كيلومتر في الساعة باشر البحر من فترات الفساد أولا سيكون معتدل الموج من 2 إلى 5 قدم لكن ستتراجع الأمواج بعد ذلك وتكون من 1 إلى 4 بإذن الله المد الأول سيكون الساعة 6 دقائق صباحا والمد الثاني الساعة 3 و 25 دقيقة مساء والجزر بإذن الله باتشر سيكون 10 و 32 دقيقة صباحا والجزر الثاني سيكون مع ساعات الصباح الأولى في اليوم الذي يلي المواقيت بإذن الله أذان الفير ساعة 23 و 29 والشرق الساعة 54 والمغرب الساعة 6 و 31 دقيقة أما الطقس المتوقع بإذن الله خلال الأيام الخمسة القادمة نشاط في سرعة الرياح متوقع خلال الأيام القادمة ما بين الهواء كوس باتشر بعد ذلك رح يقلب الهواء إلى شمال غربي عبور السحب رح يستمر ويانا لعدة أيام أجواء حارة درجات الحرارة خلال النهار تتراوح ما بين الـ 40 إلى الـ 42 و 43 درجة مئوية خلال النهار ودرجات الحرارة أيضا خلال المساء في ارتفاع تدريجي تتراوح ما بين الـ 25 إلى الـ 27 درجة مئوية لاعتدال موجود فقط بعد الساعة 12 درجات الحرارة تتراوح تقريبا ما بين الـ 23 إلى الـ 25 درجة مئوية باتر في نشاط في سرعة الرياح خلال النهار من 8 إلى 40 كيلو متر في الساعة أجلوا أي نشاط بحري خلال النهار وأفضل أنكم تأجلونه خلال يوم الغد ولحين تراجع سرعة الرياح 42 العظمى والصغرى 27 فرص لرذاذ الليلة راح تكون ويانا تنتهي مع ساحة الصباح الأولى الهواء الكوس راح يستمر في نشاطه خلال النهار وتتراجع سرعته تدريجيا خلال المساء ويوم الست بدنا الله يقلب الهواء إلى شمال غربي وتتراجع نسب الرطوبة والإحساس من الرطوبة سرعة الرياح راح تكون نشطة من 10 إلى 40 كيلو متر في الساعة 43 العظمى والصغرى 26 أيضا فرص الغبار المثار راح تكون على المناطق الصحراوية والمكشوفة وأيضا ارتفاع في الأمواج ارتفاع الأمواج يصل إلى 5 و 6 قدم هذا الارتفاع في الأمواج راح يستمر حتى يوم الأحد مع نشاط سرعة الرياح الشمالية الغربية اللي من المتوقع أنها تصل إلى 45 كيلو متر في الساعة العظمى 41 والصغرى 26 درجة مئوية مع عبور للسحب يستمر ويانا حتى يوم الاثنين والثلاثة والعظمى بإذن الله راح تتراوح ما بين الـ 41 إلى الـ 42 درجة مئوية والصغرى تتراوح ما بين الـ 25 إلى الـ 26 درجة مئوية في يومي الأثنين والثلاثة مع هوا الشمالي غربي خفيف إلى معتدل من ثمانية إلى 30 كيلو متر في الساعة وإلى 32 كيلو متر في الساعة رياح خفيفة إلى معتدلة الصراعة بوجه عام أعزائي المشاهدين الأجواء الحارة راح تستمر ويانا خلال النهار وارتفاع تدريجي في درجات الحرارة الأجواء المعتدلة لا تزال موجودة في الفترات المتأخرة من الليل والفجر أجواءنا لا تزال جيدة حتى الآن خلال هذه الفترة من السنة خاصة خلال فترات الليل نشرتنا الجوية تنتهي والآن نعود للطرف الآخر من الستيديو لإستكمال النشرة اشتركوا في القناة